15 وكالة سياحية جديدة ستنظم موسم الحج 2020 لأول مرة من بين 45 وكالة أخرى اختارتها اللجنة الوزرية المختصة في تنظيم الحج الوكالات ثمنت الخطوة واعتبرتها محفزا وفرصة للعمل على ضمان مرافقة جيدة لضيوف الرحمن لأول مرة يكون شرف خدمة ضيوف الرحمن بإذن الله نسأل الله أنه وفقنا لهذا العمل الشريف كمان وثمن اختيارنا في تنظيم الحج لهذا الموسم 1441 والذي أعطانا فرصة في خدمة ضيوف الرحمن بعد التغييرات التي كانت في دفتر الشروط أتيحت لنا الفرصة للرجوع لخدمة حجاجنا الميامين والحمد لله الاختيار هذا كان بعد تقديمنا ملف مدعم وإن شاء الله نكون في خدمة ضيوف الرحمن الدوان الوطني للحج والعمرة أكاد أن عملية الانتقاء تمت وفق دفتر شروط ودراسة طعون 52 وكالة إضافة ثلاث وكالات جديدة تتعلق بمطال إقلاع عنابة ومطال إقلاع قسنطينة ومطال إقلاع الجزائر وبالتالي أصبح عدد الوكالات المنظمة لعملية حج هذا الموسم 45 وكالة سياحية بما فيها 15 وكالة جديدة لم يسبق لها تنظيم عملية الحج من قبل العملية ليست لها علاقة بأي ظرف أو بأي عامل خارجي العملية هي عملية يكفلها القانون نفتر الشروط لما يعلن الإعلان الأولي القائمة الأولية هناك فترة طعون للوكالة السياحية وهذا ما تم بالفعل فتح المجال أمام الوكالات السياحية الجديدة سيفتح باب المنافسة بين الوكالات الأخرى وبالتالي ضمان خدمات مميزة في عملية متابعة ومرافقة حجاج بيت الله